في اجتماع دارت رحاه في الدوحة لعادة طاولة مفاوضات صفقة تبادل الرهائن بعد توقن دام شهرين طرحت ثلاث مبادرات قد تشكل نقطة عطاف أولها عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف الحرب الفوري وثانيها مبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والتي تقترح وقفا لإطلاق النار لمدة يومين والتبادل الرهائن كبداية والإفراج عن أربعة إسرائيليين فيما دعت حماس في عرض ثالث إلى صفقة شاملة تنهي الصراع على جميع الأصعدة ورغم هذه الخيارات يبقى السؤال مطروحا هل ستشهد المنطقة فراجة تضع حدا لهذا النزاع أم أن تشدد المواقف سيحكم على المبادرات بالفشل ليظل أفق الحل عالقا تحت غبار المعركة وفقا لما نقلته صحيفة وولستريت جورنال فقد قدمت إسرائيل عرضا يسمح لأعضاء حماس بممر آمن إلى دولة أخرى شرط إلقاء السلاح وإطلاق سراح الرهائن الذين يقدر عددهم بقرابة 97 راهنة المشهد المعقد يتخذ بعدا أوسع مع ربط ساحتين لبنان وغزة من قبل الموساد في محاولة تل أبيب لاستثمار حربها ضد حزب الله وإيران سعيا لترتيب سياسي على الحدود الشمالية ورغم هذه الخطوات يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو بموقفه المتشدد رافضا جميع المقترحات ومصرا على دعوة محتجزين رهائن لإلقاء السلاح والخروج بسلام في حين أبدأ وزير الدفاع يؤفغالانت مورونا مشيدا بالمبادرة المصرية التي يرى فيها فرصة تحتاج إلى تنازلات مؤلمة لضمان عودة الرهائن لكن نتنياهو برفضه لها أضف مزيدا من التشاؤم لدى الشارع الإسرائيلي هذا المشهد المعقد يعكس صورة سباق الوساطات لتجنب تفاقم الصراعات في حين تحذر أطراف إقليمية ودولية من تبعات استمرار المواقف السياسية المتشددة التي باتت حجر عثرة أمام أي حل دبلوماسي دائم اشتركوا في القناة